مرحبا معكم كارمي الشماس اليوم بدي احكي عن الجمعة 26 نيسان أبريل اليوم الأمر بقي معنا من برش الجدي حتى الساعة 11 ونص صباحا بتوقيت بيروت الصيفي يعني الى 8 ونص صباحا بتوقيت العالمي وبينتقل بعدها لبرش الدلو الهوائي وبيبقى تقريبا ثلاثيين كيف رح بيكون هيدا نهار لكل الابراش يلي عم يتابعنا طبعا من القارة الامريكية كل نهار رح بيكون الأمر برش الدلو ونحن أصلا أنا رح احكي على أساس أنه الأمر موجود تقريبا كل نهار ببرش الدلو خلونا نبليش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل رح ترتاح لأنه انتقال الأمر لبرش الدلو الهوائي رح بيخلي اليوم مولود برش الحمل يرتاح من ضغوط اليومين اللي ما رأوا بانتظارك تقدم انفراج وهنالك نوع من جو من المرح والفكاهة بهيدا نهار في تسلي في تقدم وفي نوع من ثقة في النفس ومن راحة نفسية تشعر فيها بتبقى المواليد الأكثر حظا 27 و28 أدار مارس بالإضافة لمواليد 14 15 و16 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لألك اليوم مولود برش الثور بدك تعمل الحساب انه مش بس اليوم الأمر موجود ببرش الدلو لكن أيضا موجود ببرش الدلو ثلاثة أيام هيدا معناتا انه ثلاثة أيام عند مولود برش الدلو رح بيكون فيهون نوع من متطلبات فيها تكون عائلية لأنه عطلت أسبوع فيه يكون أنت عندك شغل عم بحكي تحديدا عن اليوم مولود برش الثور بدك تعمل الحساب انه نهارك بده تقسيم بده تقسيم بده تنظيم بده تنسيق الواجبات الأولويات للاهتمام بكل شيء أيد على ورقة معلش لحتى ما تنسى أو ما تتاخد بالضغوط اللي عنده أكتر شيء ضغوط ولكنه ضغوط نوعية بتحمله رغبة في تعديل مسألة ما هي موليد 22 إلى 24 نيسان أبريل مكمل مع برش الشوساء مولود برش الشوساء اليوم يمكن يكون أفضل يوم من أول هالأسبوع لهلأ اليوم مولود برش الشوساء دحكته كبيري عنده رغبة في الاستمتاع بالوقت لأنه حس أنه مرأ عليه أسبوع فعلا سئل فحاول أنه اليوم تستريح مع أهلك مع أحبائك تتسلى وتعود عن تعب اللي مرأ بخلال الأسبوع بيعتبر هيدا النهار رح بيصير كتير حلو اقتداء من 11 ونص صباحا بتوقيت بيروت الصيفي لكن إذا كنت من موليد 19 حزيران يونيو ضلك حذر انتبه من السرعة من الانفعالات لأنه تأثيرات كوكب المريخ تجذب المشاكل فكونوا حذرين بنتقل لبرش السرطان مولود برش السرطان مرأ عليك يومين تأثرت فيهم بوجود الأمر ببرش الجدي عذبك شوي اختلف معك خليك تفكر مرتين تتراجع عن فكرة معينة وتضطر أنك تقبل بضغوط أشخاص آخرين لكن بأفكار أشخاص آخرين ويمكن هالشي زعجك لكن اليوم بقل لك أنه هناك انفراج وتحسن في المزاجية وأيضا في النفسية فاليوم تقدر تعود عن يومين ما رأوا عليك كانوا شوي متقلبين يلي عنده نشاط أكتر من غيره اليوم هو مولود حزيران يونيو كمل مع برش الأسد اليوم مولود برش الأسد ابتداء من الساعة 10 من الساعة 11 والنص صباحا توقيت بيروت الصيفي بيدخل مولود برش الأسد بجو من المواجهات المنافسات وفيها تكون هالضغوط فيها تكون من ولادكم من أقرب الناس لألكم من أهلكم من الأخوة من الشغل مطرح ما أنتم موجودين فضروري جدا من أول ساعات الصباح يكونوا هاديين ويخدين قرار أنه ما تخلوا شيء يأثر على مزاجكم أو يطلعكم برات هدوءكم جنبوا المشاكل لأنه المشكلة يتأذم الأكثر ثوات تورا مولود تموز يوليو كمل مع برش العذراء من بعد ما مرأ على مولود برش العذراء يومين حلوين فيهم حصوص المثلث الفلاكي الترابي أدم لمولي برش العذراء فرصة لياخد خطوة مهمة أو صعبة وإن شاء الله تكونوا أررتوا أو أخدتوا هالخطوة واسترجيتوا يعني تجرأتوا المهم اليوم مولود برش العذراء عنده شغل ما عاد الجو مرح مثل اليومين اللي ما رأوا والموضوع اللي عم تشتغلوا عليه إن كان مع أصحابكن أهلكن أو أنتوا عم تشتغلوا على أي موضوع راح بتحسوا أنه عم بيأخذ من موقتكن وما تستعجلوا نصيحة لأنه حتى لو استعجلتوا ما راح تستفيدوا لأنه هيدا الجو مكمل معكم ثلاثة أيام فبتخلصوا من شغلة من دفوار عنكن دفوار تاني عنكن عنكن ولاد عنكن عائلة عنكن مدري شو بتلاقوا ميت شغلة اليوم فنسقوا واجباتكن جدول أعمالكن سكتجول لحتى ما تتعبوا وتذكروا أنه الجو العام منه سلبي الجو العام إيجابي لكن فقط كثرة الأمور فوق بعضها أحيانا عند مولو برش العذراء بتعصبوا شوي أو بتوتروا الأوفر حظا 25 إلى 28 أب أغسطس 13 إلى 17 أيلول سبتمبر كمل مع برش الميزان مولو برش الميزان وأخيرا بترتاح وأخيرا وصلت الأجواء الحلوة اللي عندك اليوم مولود برش الميزان عنده تعاطف من قبل الناس معك تعاطف بتعاطفوا معك بيحبوك بيساعدوك حتى لو ما بيعرفوك ومش بس اليوم ثلاثة أيام وراء بعدها اليوم ابتداء من 11 ونص صباحا بتوقيت بيروت بتصير الحزوص عندك فحاول اليوم مولو برش الميزان تضبطها مرأة لكن كان فترة ما كانت سهلة لكن بقلك أنه اليوم في أخبار حلوة وبالك بتطمن الأوفر حظا مواليد سبتمبر تكمل مع برش العقرب اليوم مولود برش العقرب الأجواء عندك منها منها هل أدي سهلة مثل ما أنت بدك يعني إذا كلمة منك فكرة أنه بغير نهار بتمرق اليوم ما بتمرق اليوم الليدك بيسعلوا منك شريكك بالحياة بيسعل منك الأهل بيسعلوا منك أقرب الناس وبتعتذر ما بتعطير كيف تعتذر اليوم مولود برش العقرب يمكن مهموم شوي أو يمكن اليوم مولود برش العقرب بتالع باله فعلا هو والناس اللي بيحبهم يقضوا نوعية وقت حلوي وهيدا بصراحة هي أفضل طريقة لبتقدروا تقضوا هيدا النهار هيدا النهار الفلكي إنكم نكونوا مع أحبائكم وتاخدوا قرار أنه تقضوا نهار حلو مولود برش العقرب أوي قلبك قول إنه اليوم شو ما عملوا ما رح تضيق منه وعنده إذن بتكون فعلا فعلا كسرد التبو لما بيكون في عنا الأمر والشمس عم يديقوك نهيتهم بنفس الوقت الأكثر توترا في يكون مولود أكتوبر بنتقل لبرش القوس مولود برش القوس اليوم نهار سريع ديناميكي سريع بيركد يعني دولاب الوقت عم بيركد بسرعة فيمكن ما تلحق إذا بدك تقاض وتطول لا تروح عندك شي تعمله احتمال إنه ما تلحق تعمل كل شي بالوقت لأنه الوقت سريع وعم بيركد الحلو بهذا نهار إنه أنت كمان عندك ديناميكية يعني اليوم ما بيهدى مولود برش القوس أفكاره تحركاته الشغل اللي بيشتغله الطاقة اللي عندك هيها الجسدية والفكرية كتير مهمة اليوم مولود برش القوس فعلا بتقدر تلبي كل الأمور لكن ضروري إنك تماشي هالواتيرة وعجلة الوقت أفكارك ذكية جدا فيك تكتب فيك فيك تتحرك فيك تواصل فيك تسافر فيك ترجع من السفر فيك تعمل البدكية الأكثر حفظا 15-16 ديسمبر تكمل مع برش الشدي مولود برش الشدي بيعتبرك بعدك من تنتمي لمجموعة الأبراج القوية من ناحية الحظ لما نقول قوي أنا بحكي من ناحية الحظ فاليوم مولود برش الشدي بعده ينتمي لمجموعة الأبراج القوية من ناحية الحصوص لأنه بيطلع بإيده شغل وبيطلع بإيده نتيجة حلبة اليوم مولود برش الشدي بدك تنتبه فقط أنه كرمك اليوم فائد وبالتالي اليوم احتمال مولود ومولودة برش الشدي أنه يكونوا يمكن طالع بالهم يهتموا بحالهم طالع بالهم يكرموا أهلهم أولادهم وأحبائهم ليش لا تبهوا فقط من المصاريف واحتمال تسمعوا أخبار كتير سارة الأكثر حظا 26-27-28 كانونة الأول ديسمبر بنتقل لبرشد دلو مولود برشد دلو اليوم مولود برشد دلو قادر أنه يقلب المقاييس رأسا على عقب اليوم مولود برشد دلو بيقدر أنه يغير رأيه بدون ما يستحي بدون خجل اليوم مولود برشد دلو بيفرح لبداية التطور يمكن التطور ما تحصل عليه فجأة اليوم لكن في عندك هو تلك تيام اليوم وبكرة وبكرة يعني الجمعة سبته أحد مولود برشد دلو أموره تتغير 180 درجة خاصة على صعيد شخصي حاولوا مولي برشد دلو تكونوا أول شي رايقين لحتى تستوعب وشو عم بيصير لأنه في تطورات حلوة انتو بتاخدوا قرارات أو منها لحالة الحياة بتقدم لكم تطورات حلوة للكن وفيها تكون على الأرجح على صعيد شخصي فيها تكون شخصي فيها تكون عائلة فيها اجتمع لكن على صعيد انتو يمكن تاخدوا قرارات تتجوزوا بتاخدوا بتقرروا نهار بتكون تجوزوا فيه بتطلع البطاقة فيه تطورات وبتمشي العجل اللي كانت هادي وراكي دي جامي دي الأكثر حظة 13-14 شباط فبراير مع انه جميع موالي برش الدلوق اليوم وكمانا كانون التاني يناير هني أوفر حصان نوصل لبرش الحوت اليوم مولو برش الحوت بتهدى عندك الوتيرة اليوم مولو برش الحوت شخص حالم رومانسي لكن ايضا يمكن يكون حزين لانه افكاره شوي فيها نوستالجيا فيها حنين للماضي للذكريات فانتبه ما توقع بهالدوامي مشكل الماضي معناتها انه شيء ايجابي بالعكس احيانا الاشياء من الماضي لازم تتركوها ما لازم ترجعوا له لازم تطلعوا لقدامه مولو برش الحوت انتو اشخاص حساسين اليوم الاجواء عنكن لازم تتسلوا لازم تضحكوا مش لازم تعدوا تبكوا وترجعوا للماضي ولذكريات المريرة تبهوا ما توقعوا بهذا الفخ وعند مولو برش الحوت احتمال يكون في تأخير فانتبهوا اذا مسافرين وين ما كنتوا منضايعوا غراتكم تبهوا من العجقة تبهوا من خيبة الامل احسن شيء بتعملو تتسلوا وتتحكوا الاوفر حظة نسبيا 22-23 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم بنتظاره سنة سنة فيها تكون سنة تقدم كتير كبير لكن ايضا هايدي سنة امتحانات كتير كبيرة يمكن عندكم امتحانات فعلا بشغلكون كمان في نوع من مسائلة لتكونوا شاطرين ومهتمين بشغلكون هايدي سنة مهمة جدا للكون فيكون توصلوا الى القمة ايار مايو حزيران يونيو ايلول سبتمبر كانون التاني يناير افضل الاشهر الى اللقاء بكرة ما تنسوا الابراج تطلع ساعة ستة مساء يوميا بتوقيت بيروت الصيفي والابراج الاسبوعي كمان تقدروا على قناة اليوتيوب بدعكن باي باي